إخلاصاً وولاءاً للراعي بتاع حلقات مهدي يحبذ مش حقدر أقول لكم على المطعم اللي ضروري حتعوزوا تاكلوا منه لما تشوفوا فيلم جرين بوك بس هو عموماً بتاع فراخ ودايماً بيوجعلنا بطننا ومع ذلك مش قادرين نبطلوا واسمه من ثلاث حروف هما نفسهم اختصار كوشري في كيس أحداث فيلم جرين بوك بتدور في الستينات وبتحكي عن الرحلة الغير متوقعة اللي غيرت حياة فرانك فالالونجا فرانك أمريكي إيطالي بدون وظيفة سبتة وبيوفر احتياجات أسرته عن طريق العضلات وذكاء الشوارع ولما النايت كلاب اللي هو بيشتغل فيه حارس بيقفل لفترة طويلة عشان بعض التجديدات بيبتدي يدور على شغل وبيتم توظيفه كسواء ومساعد لدكتور دون شيرلي عازف الموسيقى الكلاسيكية في جولة موسيقية في الجنوب الأمريكي الرحلة خطيرة بسبب العنصرية المتزايدة المتوقعة كل ما يسفروا أعمق وأعمق في الجنوب والاختلافات الكبيرة ما بين طبيعة وثقافة وأخلاء الشخصيتين بتخلي الرحلة أصعب وأصعب فيا ترى إيه اللي حيحصل من المثير للاهتماماً المراجعة دي تيجي بعد مراجعة فيلم ويدوز اللي كان فيه مخرج مشهود له بالعمق الفني بيجرب حظه في مغامرة تجارية لأن المرة دي الآية مقلوبة تماماً جرين بوك ممكن ينظر له كمنتج فني بينما مخرجه مشهور بأفلامه الكوميدية الهزلية إحنا بنتكلم عن أفلام جيم كاريو بن ستيلر يبدو إنهم استعروا منهم لما كبروا وده شعور أنا مش موافق عليه الصراحة لإني عن نفسي بحب There's something about Mary وبحب me myself and Irene وعموماً بحب المنهج الصادم اللي اتبعه بيتر فرالي وأخوه بابي فرالي في علاماتهم الكوميدية بس المرة دي بيتر فرالي بيشتغل من غير أخوه ومن غير بصمته الكوميدية المعهودة والنتيجة استثنائية مرة كمان ويدوز كان بينظر له على إنه فيلم تجاري وأنا مش شايف إنه هو كده قاوي يعني وجرين بوك بينظر له على إنه تجربة فنية عميقة وأنا مش شايف إنه هو كده قاوي يعني وكمان مرة أنا في منتهى السعادة بالتوازن ده جرين بوك بينتمي لنوعية أفلام رحلات الطريق بياخد شخصيتين متبينتين بكل صورة ممكنة وبيحطهم مع بعض في مواقف مواقف سعيدة ومواقف عصيبة ومواقف مضحكة ومواقف فيها خطورة على حياتهم ومن خلال التجربة بنشوف الشخصيتين وهم بيعلموا بعض وبيغيروا بعض من بدري قوي حسيت إن الفيلم كسبني بطريقة مش أي فيلم يقدر يوصلها معايا لإنه مكسبش اهتمامي بس ومكسبش إعجابي بس هو كسبني كلي على بعضي بمجرد لما قدم الشخصيتين بقيت حاسس إني شايف أجزاء كتيرة من نفسي في اللكنين وأظن إن ده شعور حيوصل لكتير من حضراتكم مزايا وعيوب تعئيدات وتفهات شجاعة وخوف مرونة وعند أنا شايف إن أعظم إنجازات الفيلم هي طريقة تصميم الشخصيتين دول لإن أسهل حاجة هي تخيل طريق التصرفهم لما يترموا مع بعض في قصة أنت مش محتاج تبقى كاتب كويس أصلا من النقطة دي لإن الشخصيات هي اللي حتسوق بمساعدات من الممثلين الفيلم ما بيقدمش تجربة فريدة قوي لا في التصوير ولا في المونتاج ولا في الموسيقى يمكن بعض الثناء لازم يروح لعناصر الإنتاج المسؤول عن تصور الحقبة الزمنية بس مش معجزات برضو يعني اللي مثير فعلا هو إزاي العناصر دي كلها بتنبط بالحياة بحضور بطلنا وبكميتهم اللي أصلا نبعى من التضارب اللي ما بينهم فيجو مورتنسون في رأيي الشخصي محظوظ جدا لإنه بيلعب أغنى وأفضل شخصية مكتوبة في 2018 المزيج الرائع ما بين الثقافة والمبادئ والذكاء والغباء والشجاعة والسوقية والطيبة العامة متبلورة في طريقة مورتنسون في الكلام والمشي والهزار والزعيق والأكل لو قلتلكم الراجل ده أكل إزاي في الفيلم ده بطنكم حتوجعكم ومع ذلك أنا طالع من الفيلم بقدرة قادر حموت من الجوع كو شريف كيس دلوقتي حالا يمكن طريقته الكاريكاتورية في تكسيد الشخصية الإيطالية ما دخلتش دماغي قوي مش عشان وحشة أو حاجة أنا بس شايف إن الشخصية كان فيها حاجات كتير أهم محتاجين نركز عليها فرانك إحنا استلمناه لكشة واحدة كده ولكن دكتور دون شيرلي اضطرنا نقشره طبقة طبقة لأن تعقيداته ورقي طريقته كانوا مخبيين حاجات كتير قوي تحتيهم وكان علينا إننا نستكشفهم مع مهرشل علي وهو نجح في إنه يفاجئني في كل بعد جديد بنتعلمه عن الشخصية من غير ما يديني تناقض واحد عشان عيب عليه رغم إني حاولت تصدقوني طيب هل ده معناه إن شفت واحد من أفضل أفلام 2018؟ بكل تأكيد آه طيب هل ده معناه إن الفيلم مثالي؟ بكل تأكيد لا وأه أنا فاهم طبعا إن ما فيش حاجة اسماه فيلم مثالي بالمقاييس الفنية والدرامية والكلام ده كله بس حتى بمقاييسي وتفضلاتي المتوابعة الفيلم فيه مشاكل أو هي الحقيقة مشكلة واحدة بس واضحة قوي ومتكررة قوي وهي إن فصول الفيلم شبهة بعض التصمع والترتيب اللي أكتر من اللازم حاجة كده عاملة زي فنلة اليوفنتوس فصل أبيض وفصل أسود فصل سعيد وفصل تعيس والمشكلة إن ما فيش فصل واحد أو محطة واحدة في الرحلة الطويلة دي أقدر أقول إنه تدفق بشكل سلس دي مشكلة سيناريو طبعا ولكن في نفس الوقت أنا لازم أشكر في السيناريو عشان تجنب إنه يدايق المشاهد يعني إحنا عدينا بمشاهد في الفيلم كانت حقيقي صعبة وما كانش فيه أي تساهل في تقدمها بس ماقدرش أقول إنها ثابت عندي كدمة نفسية يعني والفضل في ده يرجع للطف العام في أسلوب إخراج بيتر فرالي جرين بوك فيلم عظيم ولازم يتشاف هو أسعد وقت قضيته في السينما السنة دي رغم إنه أقدم قدر معقول من الألم والصدمة ما هواش معقد فنيا على أي حال من الأحوال بس وأنا بتفرج عليه ما حستش إنه هو رخيص أو سطحي ممكن يكون مباشر وحرفي قوي في تسلسل النهاية بس دي مش مشكلة المشكلة زي ما قلت في الإهمال فحبك فصول الفيلم تقييمي لفيلم جرين بوك هو 9 من 10 هو عنده مشكلة متكررة ولكنها مشكلة واحدة مش من العدل إنه يدفع تمانها أكتر من مرة مناقشة الحلقة مهتم جدا أعرف توقعاتكم للي حيترشحه لجائزة الأوسكر لأفضل ممثل في دور رئيسي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شارو اللايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتروباز وبي باي اشتركوا في القناة